موسيقى مرحبا بكم مرة اخرى اعزائي التلاميذ عزيزاتي التلميذات في الجزء الثاني من الدرس المعنون بما هي البنيوية اذا بعد المراحل السابقة المتعلقة بتأثير النص ثم فهم النص ننتقل الى مرحلة اخرى وهي المرحلة التي تحتاج الى جهدين والى اشتغال من اجل تحليل النص اذا اول نقطة في تحليل النص وهي الجهاز المفاهيمي اذا هذا الجهاز المفاهيمي يتوزع معجم النص الى حقلين اذا الحقل الاول وهو المرتبط بالبنيوية او البناء الداخلي للنص ثم الحقل الثاني الذي يوازيه وهي المفاهيم التي ترتبط بالاديبي وبمحيطه الخارجي اذا يمكن ان نستحضر بعض الكلمات او بعض العبارات الدل على كل حقل لننتقل في الاخير الى المقارنة بين الحقلين او جرد العلاقة الرابطة بين الحقلين ان امكن ذلك اذا نقلنا الجهاز المفاهيمي اذا يتوزع النص حقلان دلاليال الاول مرتبط بالبنيوية باعتبارها محور الدرس والثاني بالمؤثرات الخارجية الاديب اذا الحق الاول اذا الالفاظ مثلا تتلع على الحق الاول اذا نجد في النص او تتوزع في هذا النص نطلقا من عبارة الخصائص النحوية ثم عبارة اخرى وهي البنية الايقاعية اذا البنية الايقاعية ثم الاسلوب ثم الجمل ثم التراكيب ويمكن ان نصادف الفاظا اخرى مثلا البنية العميقة البنية العميقة للنص نصي اذا هنا دائما لا ينبغي الاكتفاء بتحديد الحقول بل ينبغي الاستشهاد واستخراج الالفاظ والعبارات الدالة عليها من النص لننتقل مثلا الى الحقل الثاني والحقل الثاني ايضا له حضور كبير في النص انطلاقا مثلا من الانتماءات الطبقية اذا الانتماءات الطبقية اكيد ان هذه المصطلحات ستجرنا الى انتقال